السلام عليكم ورحبا بكم على قناتكم غسات ليلي قبلوا يشوفوا الوصفة تعنا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم تطلق لكم وصفة كوجبة عشاء او غداء وصفة سهلة مهلة وبنينا بزاف لذيذة جدا ستقوني جهائلة فطائر او كخاب في المقلات بمقادير بسيطة اخليكم مع الوصفة وفرجة ممتعة اول شي المقادير سهلة كما قلت لكم العجينة هنا خصني النصف في الليتر حليب النصف في الليتر حليب هنا عندي الطاحي الابيض اللي هو الفرينا رح ندي كاسو نصف هنا كما كنت شوفوا كاسب سعر نزيد النصف عندي زوج حبات عبيد كما لكم تلاحظوا كما قلت لكم عجينة اقتصادية وما فيها مقادير بزاف من الوصفة وصفته جي رائع على البنات الجهايلة هنا سندير اثنين ملاعق زيت عادي او زيت الزيتون اخواتي فضلوا زيت الزيتون نخلط من الليح البيض مع الحليب والملح حتى يكون لكم خلط من الليح مخلط بالبيض والزيت نحن نبدأ ندير الفرينا اللي هو الطاحي الابيض ندير كاس هذا اللي اول ومن بعد رح نزيد نصف كاس حتى نكمل الكاس نتاعي ونخلط مليح هذا الكاس اللي بنات يرفض مئتين وخمسين ملي مئتين وخمسين ملي يعني كاس عادي هنا زيت نصف كاس ونصف كاس تاع فالينا او الطاحي الابيض ونخلط بشوية ومن بعد نزيد الربوع لها باقي كما لكم تلاحظوا تقدروا تديروا في الخلاط او تديروا بالميكسر يعني بلغة تلحسة على الصوب يعني بتضغيب الفو يعني تدرب اليدوي وولا هذا هو الخارط نتحصل عليه كما لكم تلاحظوا يعني خارطة على الكراب هنا يا نغطيه ونخليه الوقت اللي نوجده الحشو تحت الكراب هادو يعني وحد عشقه يقرب اربح ساعة وولا حبيباتي على وغل الحشو راه سهل مهل يعني ما يديش يعني ما فيش التعب ولا فيها يدي وقت كبير وولا هاد العجينت قدرت يعني توجدوها الصباح وديروها في الليل يعني راه يتقعد في التلاجة وميسا عليها وانو على وغل البينات الحشو انا كما لكم هرسش راسي كما لكم تلاحظوا معايا حشو عادي عندي هنا حبة بصل كبيرة عندي ففل أخضر لك عندكم أحمر ولا ألوان جموا تديروهم حبة حبة عندي هنا يا شوية لحم المفروم اللي هو الكفتة وولا قليت شوية البصل والففل الأخضر مع شوية ملح يعني أبان يدبالو غين شوية يدبالو ندير لحم المفروم اللي هو الكفتة لا يمضى شي كما لكم تلاحظوا وهنايا ندير فيها التوابل عندي شوية كركم عندي شوية كمو شوية ففل أسود تقدروا بابريكا تانيك والملح ديت فيها تانيك توم بودرة أو توم يعني طازج هنايا نقري الكفتة مع الخضراء تقدروا تانيك تديروا فيها الجزر مبشور أو كورجات مبشورة يعني لكم اختيار كيما تقدروا دلوا هاد الحشو بالدجاج نعطيكم أفكار ثم تقدروا تبدلوا يعني الحشو يبقى اختياري هناك كفتة عيسي بنطابط نخليها تبرد وهنايا نجو ندير الكراب انتوعنا هنا عندي زبدة ولا الزيت بسعمل الأحسن الزبدة هي ماداق شباب الكراب توعنا أو الفطائر توعنا هنا نخلط قبل ما ندير خلط مليح الخالط كما تقدروا لكم شوية تقيل يعني ديروا فيه شوية ما قد نص كس على التاي هنا ندير الكراب توعي ندير المقلة تكون حامية بانسوق ونبدأ ندور كما هكذا حتى الكراب يعني توزعوا في المقلة ونخليهم النار متوسطة ماشي زايدة كما لكم تلاحظوا حتى نشوفها شدة روحة متحت مليح يعني رقبوا عليها كما كنت شوفوا الأطراف رهم بدأوا يعني يولوا اللون التحون ذهبي يعني دوري يعني بواسطة هاد الملعقة و الاسباتيول هادي نقلبهم ونخليهم يطيبوا المجهة الثانية يعني يدي اللون عبان ذهبي كما كنت لحده ورهم ينتفخوا كما كنت شوفوا في الفيديو يعني كما قلت لكم موصفة صل ذهبات لا يング enfants وشوف هادر اللين هكذا يوجدت مونطبوano وزارك يبضل وعليا ورحمة المتوسطة نلعد هذه الجماعات كمياتzzo ثم نضرب سهد المقلة وقف نضرب ثم نقدر كما شوفوا سوف نكمل العجينة الخليط نجيب الكريب اللولة نعمر الكفتة نجيب الكفتة نضيف المسكين نضيف جبن ساندويج نضيف جبن 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 نضع الكخاب و نضع المقلات و نحمره كما تقدروا كخاب نضع في الفرن نضع الكخاب و نضع المقلات و نضع الفرن نضع الكخاب و نضع الفرن و نضع الكخاب و نضع الفرن كمية نضع الكخاب و نضع الكخاب و دونها جناب بعمل و التسجيل كما نضع الصادرين بعد الفرن نضع اكمأه سوف يساعدون العجين سوف نقلبهم البنات سوف نقوم بشكل مرحلة اختيارية سوف نقوم بفق الجبن المبشور سوف نقوم بشكل مبشور سوف نقوم بشكل مبشور نقوم بشكل مبشور الغرر الخاص بشكل مبشور من الشراق سوف نقوم بشكل مبشور بعد قمة الحزق ثم تفيتنا التذب لدي الجبن بأضحة دم و طريق 2 كما تستفيدوا نقصر لكم واحدة كيجاتنا يعني جاملة قرائح فيهم البنان جاو هيلين كما تقدروا تقدمهم مع سلاطة ولا مع حاساء جاو هيلين اتمنى ان شاء الله الوصفات نال اعجابكم همونا شو بتدخلك الجبن ليدنا دايف فيهم هذه يا حبيباتي اتمنى ان شاء الله الوصفات تكون اعجابكم وتجربوها كوجبة عشاء او غاداء سريعة تهلا وفرواحكم واتلقوا ان شاء الله في وصفات او فيديوهات قادمة سلام